ما سبب معركة كربلاء التي يحيي الشيعة ذكراها؟ بدأ كل شيء بعد هلاك معاوية الخامس عشر من شهر رجب سنة ستين للهجرة هلاك معاوية بدمشق وتنصيبه ابنه يزيد خليفة للمسلمين ونقضه بذلك عهده المبرمة في صلحه مع الامام الحسن بان ترجع الخلافة الى اهلها اي الى الامام الحسين عليه السلام يزيد يرسل رسولا مستعجلا الى الوليد ابن عتبة وللمدينة يوم ذاك ليأخذ له البيعة من الامام الحسين عليه السلام ويأمره بقطع عنقه ان اذا الامام الحسين يعتبر تنصيب يزيد خليفة للمسلمين اكبر قضية تهدد اساس العقيدة الاسلامية وتعرضها للزوال فينهض بوجه يزيد ابن معاوية ويرفض مبايعته رفضا قاطع ويقول لوالي يزيد على المدينة كلمته المشهورة ان اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة بنا فتح الله وبنا ختم ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله مروان بن الحكم يلتقي بالامام الحسين ويطالبه بالبيعة ليزيد فيرد الامام الحسين عليه بالقول انا لله وانا اليه راجعون وعلى الاسلام السلام اذ قد بليت الامة براع مثل يزيد الامام الحسين يعزم على الخروج من المدينة ويكتب قبيل خروجه وصية الى اخيه محمد بن الحنفية يبين له فيها الهدف من خروجه اني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب الثامن والعشرون من شهر رجب سنة ستين للهجرة خروج الامام الحسين من المدينة ومعه نساؤه وابناؤه ونفر من اهل بيته واصحابه قاصدا حرم الله الامن الثالث من شعبان سنة ستين للهجرة وصول الركب الحسيني الى مكة لثلاث مضينا من شهر شعبان الامام الحسين يحرك من مكة قواعده الشعبية التي في البصرة فيكتب رسالة الى زعمائها الموالين لامير المؤمنين علي عليه السلام يدعوهم فيها الى نصرة الدين والقيام معه ضد سلطان بني امية المتمثل بشخص يزيد وصول خبر وفاة معاوية وامتناع الامام الحسين من البيعة اليزيد الى مسامع اهل الكوفة فيقوم وجهاؤها اثر ذلك بارسال الرسالة تلو الاخرى الى الامام الحسين عليه السلام يعلمونه فيها باستعدادهم لنصرته ويطلبون منه القدوم عليهم استجابة الامام الحسين عليه السلام لرسائل اهل الكوفة وارساله ابن عمه وثقته مسلم بن عقيل مندوبا عنه الى الكوفة في مهمة استطلاعية لدراسة الوضع فيها وتقديم تقرير عنها وقد جعل الامام عليه السلام ذهابه الى الكوفة منوطا بما يصله من سفيره مسلم بن عقيل مسلم بن عقيل يرسل كتابا الى الامام الحسين يطلب فيه التعجيل بالقدوم الى الكوفة ويخبره باجتماع اهل الكوفة على بيعته وصول رسالة الى يزيد بتواجد مسلم بن عقيل في الكوفة لاخذ البيعة للامام الحسين وقيام يزيد اثر ذلك بتعيين عبيد الله بن زياد واليا على الكوفة عبيد الله بن زياد يبث الخوف في الكوفة ويخطب بالناس ويعد المطيع له بالاحسان ويتوعد المخالفة له باشد العقاب تفرق الكوفيين اثر ذلك عن مسلم بن عقيل وبقائه وحيدا يتردد في طرق الكوفة جنود بن زياد يلقون القبض على مسلم فيضرب عنقه ويلقى بجسده من على سطح قصر الامارة الى الارض وذلك في اليوم التاسع من شهر في الحجة يزيد يقرر اغتيال الامام الحسين عليه السلام ولو كان متعلقا باستار الكعبة فيدس عددا كبيرا من اجهزته متخفين بلباس الاحرام في موسم الحج يتحينون الفرصة لقتل الامام غيلة الامام الحسين يعلم بالمؤامرة لقتله ويعجل في خروجه من مكة المكرمة تفاديا لأي عارض يمس حرمة بيت الله الحرام وقتله فيها اغتياله الثامن من ذي الحجة سنة ستين للهجرة الامام الحسين عليه السلام يبدل حجه الى عمرة مفردة ويخرج من مكة قاصدا الكوفة ومعه اهل بيته ومواليه وشيعته من اهل الحجاز والبصرة والكوفة الذين انضموا اليه ايام اقامته بمكة نزول الركب الحسيني بعدة منازل بعد خروجه من مكة وتوجهه الى الكوفة الامام الحسين يخطب بالناس في تلك المنازل ويبين اهداف خروجه وانضمام بعض الناس على اثر ذلك الى الركب الحسيني وصول خبر استشهاد مسلم بن عقيل وهان ابن عروة الى الامام الحسين في احدى تلك المنازل التي كان ينزل بها الامام الحسين يقرأ خبر استشهاد مسلم بن عقيل وهان ابن عروة على الناس تفرق الناس عن الامام الحسين عليه السلام وبقاء اهل بيته واصحابه الذين خرجوا معه من المدينة ونفر يسير ممن انضموا اليه فيما بعد الحر الرياحي يقطع الطريق على الركب الحسيني بالف فارس بامر من عبيد الله بن زياد ليصد الامام الحسين عليه السلام عن دخول الكوفة الامام الحسين يلقي الحجة على اصحاب الحر مبينا سبب خروجه ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله الا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واضهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء واحلوا حرام الله وحرموا حلاله الحر بن يزيد الرياحي يستمر بمسايرة الامام الحسين عليه السلام بين جذب ودفع حتى وصله كتاب من عبيد الله بن زياد يحمل في طياته امرا بمضايقة الامام الحسين عليه السلام وعدم السماح له بالتحرم الثاني من محرم سنة احدى وستين للهجرة وصول الركب الحسيني الى العراق الى ارض يقال لها كربلاء العاشر من محرم سنة احدى وستين للهجرة الامام الحسين يخطب بجيش يزيد رحمة بهم واتماما للحجة عليهم الا انهم اصروا على حربه استشهاد الامام الحسين عليه السلام بعد معركة باسلة ومعه ثلة من اهل بيته ما لهم في الارض شبيهون ومعه اصحابه وسبي النساء والاطفال اسهارا الى الكوفة اشتركوا في القناة